كما قلت أن بيان سياسة العامة نزل هنا على مستوى المجلس الشعبي الوطني ونحن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني ستكون لنا لقاءات ننظمها قبل عرض هذا البيان سياسة العامة مع سيد الوزير هذه اللقاءات تجمع سادة نواب مع بعض خبراء لتنويرهم فيما يخص ما تم تقديمهم فيما يخص بيان سياسة العامة ونحن مستعدين فيما يخص بيان سياسة العامة لأن أشياء الإيجابية التي جاء بها سنثمنها وما نره من النقائص أو الأشياء أو اقتراحاتنا سنضيفها إن شاء الله لأن الهدف واحد أننا نساهم خلال هذه السنة في أننا نرقى بمجلسنا ونرقى وأيضا أن الشعب ينتظر الكثير من الحكومة وينتظر مننا الكثير إن شاء الله الهدف هو أننا إن شاء الله يكون هذا البيان سياسة العامة يكون مجسد على الواقع يكون في مستوى تطلعات المواطن لأنه كما قلت أنه دائما ننتظر الأحسن والأفضل وهذا ما ننتظره الأشياء الإيجابية أكيد رح نثمنها والأشياء الإيجابية إن شاء الله رح نعطي حلول واقتراحات إن شاء الله تؤخذ بعين الاعتبارات لتكون في مستوى تطلعات شعبنا ترجمة نانسي قنقر